سلم جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة علم جلالة القائد الأعلى إلى كتيبة جعفر بن أبي طالب الآلية من لواء الأميرة عالية الآلي والتي يعود تأسيسها إلى عام 1965 علم جلالة القائد الأعلى الذي بدأت مراسم تسليمه منذ شهر أيلول عام 2015 يمنحه جلالة الملك عبدالله الثاني كأعلى درجة تكريم عسكري في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تكريما من جلالته لما يبديه منتسب هذه الوحدات من شجاعة وما يبذلونه من تضحيات دفاعا عن الوطن هذه الخطوة تؤسس لعرف مستوحا من التقاليد العسكرية الراسخة للجيش العربي حيث تمثل رسالة تقدير من جلالة القائد الأعلى إلى الوحدات العسكرية من خلال تسليم علم جلالة القائد الأعلى لهذه الوحدات ضمن مراسم عسكرية احتفالية اعتقلت الأجهزة الأمنية في بلدة الصريح في محافظة إربد 12 شخصا وضبطت سلاحا ناريا على خلفية مشاجرة دلعت يوم أمس قتل على إسرها شخص وأصيب خمسة آخرون مصدر أمني أوضح أنه بعد فض المشاجرة ونقل المصابين إلى أحد المشافي لتلقي العلاج عادت المشاجرة لتتجدد بعد أن تمكن أحد الأشخاص من ذوي المتورطين من الدخول إلى المستشفى والاعتداء على الممتلكات العامة وعليه فتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الحادثة ونشرت قوتها في بلدة الصريح وفي مستشفى الملك المؤسس للحيلولة دون تفاقم الموقف وفي إطار محاولات التهدئة تم التوافق على عطوة أمنية برعاية محافظة إربد لمدة ثلاثة أيام وللإطلاع أكثر على الأوضاع في بلدة الصريح في محافظة إربد ينضم إلينا من هناك مرسلنا حمزة الشوابكة حمزة كيف هي الأوضاع بعد فرض الأجهزة المعنية عفواً طوقاً أمنياً في محيط المنطقة وبعد أخذ عطوة أمنية مساء الخير لنا ومساء الخير لجميع المشاهدين الكرام نحن الآن متواجدون في بلدة الصريح في محافظة إربد شمال المملكة حيث شهدت هذه البلدة مساء أمس مشاجرة بين عشيرتين على إثر هذه المشاجرة دم تبادل إطلاق النار وخلفت هذه المشاجرة اعتقال 12 شخصاً وإصابة آخرين ووفا واحدة من هؤلاء الأشخاص المشاركين في هذه المشاجرة ونحن الآن متواجدون وسط هذه البلدة بلدة الصريح هناك هدوء تام في هذه البلدة حالياً هناك تواجد أمني كثيف لقوات الترك والأمن العام أيضاً شاهدنا إغلاق بعض المحال التجارية بسبب خوف أصحابها عليها من التكسير حيث تعرضت مجموعة كبيرة من المحال التجارية للحرق والتكسير هنا في بلدة الصريح إليكم بعض الألقاتات ننقولها لكم من داخل هذه البلدة كما تشاهدون مشاهدين الكرام وزمير لنا في الأستوديو هنا باتت الحياة الطبيعية ورجعت إلى حالها الطبيعي في بلدة الصريح حمزة الشوابكي كنت معنا من بلدة الصريح في محافظة إربد شكراً جزيلاً لك تدرس وزارة التربية والتعليم إمكانية تعديل تعليمات ترخيص المدارس الخاصة ورياض الأطفال بحسب ما كشف عنه نقيب أصحاب المدارس الخاصة حيث أشار إلى أن وزير التربية والتعليم أوعز بتشكيل لجنة لإعادة النظر في تعليمات ترخيص المدارس الخاصة وذلك على خلفية تفاقم مشكلة عدم إيجاد مساحات كافية لإنشاء رياض الأطفال والمدارس تنتظر المدارس الخاصة تعديل تعليمات ترخيصها والتسهيل على مالكها جاء معادي وزير التربية والتعليم الدكتور عمر رزاس ونتيجة للظلم اللي لحق في كثير مدارس الخاصة طلب تشكيل لجنة النقابي عوض فيها لدراسة المشروع رقم 130 لسنة 2015 نظام تأسيس المؤسسة التعليمية الخاصة وطلب إعادة النظر فيه من جديد وزارة التربية والتعليم أكدت حرصها على المؤسسات التعليمية الخاصة لضبط العملية التعليمية للخروج بنتائج تسهم بتعزيز ودعم الشراكة بين أطراف العملية التعليمية كافة تطلب الأمر أن تدخل معادي وزير التربية والتعليم الحالي وشكل لجنة بهذا الخصوص لمعارجة هذه القضايا والإشكاليات التي نصت عليها كثير من المواد وتحديدا المادة 16 ألف التي نصت على تطبيق النظام بأتراجع المدارس الخاصة ومن ثم عدم رفع الأقصاء المدرسية بنسب لا تزيد عن 5% وفق مبرارات وفق عليها الوزارة دراسة وقف العمل بشرط إيجاد مساحة تقدر ب500 متر مربع على الأقل لترخيص المدارس الخاصة ورياد الأطفال واستبدالها بإيجاد مساحة 100 متر لكل 50 طالبا أو 200 متر لكل 100 طالب أهم ما تعمل عليه اللجنة الآن حيث كانت وزارة التربية والتعليم في عهد الوزير السابق طبقت نظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية لسنة 2015 والذي حدد عدد الطاقة الاستيعابية من الطلاب وفقا لمساحة المدارس ومرافقها ونبقى في السياق ذاته حيث قام وزير التربية والتعليم بجولة تفقدية على عدد من المدارس في محافظة الزرقاء طلع خلالها على الواقع التعليمي في تلك المدارس والاحتياجات التي تفتقر إليها نظرا لتزايد أعداد الطلبة الملتحقين فيها التقرير التالي والتفاصيل العمل الدؤوب بشكل مستمر بهدف بناء جيل متوازن تربويا ومعرفيا وسلوكيا انطلاقا من مبدأ الاهتمام بالشباب هو جزء من الاهتمام بالواقع والمستقبل معا هذا ما أشار له وزير التربية والتعليم الدكتور عمر الرزاز خلال جولة في محافظة الزرقاء للاطلاع على واقع التعليم في المحافظة الاحتياجات كبيرة في شراكة مع المجتمع الأهلي جميلة مع القطاع الخاص مع المجلس التربوي التطوير التربوي فهذه الشراكات مهمة جدا لأنه هدول أبنائنا عندهم قدرات وكفايات هائلة ومواهب بدنا ننمي هاي المواهب هذه الزيارة تركزت كذلك على احتياجات مختلف المدارس من أعمال صيانة ومخصصات نتيجة التزايد الكبير في أعداد الطلبة لمختلف المراحل الدراسية إضافة إلى تأكيد الرزاز على دعم ذوي الإعاقة من مختلف الفئات العمرية ولمختلف المراحل الدراسية والذي اعتبره جزءا لا يتجزأ من دور الوزارة في تطوير عمليتها التربوية المبادرة إلها أكثر من شق واحد برنامج فواصل من السابع للتاسع وبرنامج سفراء مكافحة التدخين لصفوف الرابع إلى السادس والهدف من كل هاي البرامج هو تحصين الأطفال والشباب واليافعين وحمايتهم من السلوكيات الخطرة وفي نهاية جولته أشار الرزاز إلى تنفيذ الوزارة حملات لمكافحة التدخين وآفة المخدرات بالشراكة مع عدد من الجهات المعنية للنهوض بجيل قادر على العطاء ومحصن من آفتي التدخين والمخدرات أطلقت هيئة النقل البري مشروع المنظومة الإلكترونية لوثيقة النقل البري التي تضمن حقوق أطراف عملية النقل من خلال وثيقة نقل رسمية مرنة وسهلة تكفل صحة البيانات المتعلقة بعمليات الشحن والنقل حكومة بلا ورق بحلول عام 2020 لتسهيل الإجراءات وتطوير المؤسسات وتحسين الخدمات وتنظيم بيئة الأعمال واختصار الوقت وتعزيز الإنتاجية واستمرارية العمل دون تحديد وقت لرفع كفاءة الأردن عالميا وزارة النقل عملت على تنفيذ مشروع إلكتروني تحت شعار وثيقة النقل البري بهدف العمل على تحويل جميع العمليات والخدمات للناقلين والشركات والأفراد العاملين على نقل البضائع والمواعمة بين الاتفاقيات الدولية لخدمة إلكترونية سنة 2020 الحكومة تتوجه إلى ما يسمى بيبرلس جوفرمنت حكومة بلا ورق وهذه من الأهمية بمكان أول شيء تخفف على الناس كهل التنقل ثانيا فيها شفافية ثانيا فيها تسهيل على المواطنين والإجراءات بتكون مأتمة وواضحة ومن هنا أتت أهمية هذا المشروع هذا مشروع ريادي في تنظيم النقل البري سيقود إلى فضاءات أخرى وستتقدم الإجراءات بشكل ملحوظ ورح تريح الناس ورح تريح حتى الاقتصاد وحركة الناس الهيئة العامة لتنظيم النقل البري أكدت على مرونة الوثيقة ومساهمتها في تسهيل حركة مرور الشاحنات أتت هذه الوثيقة من أجل أن يكون فيه نوع من التعاقد في مجال النقل على الطرق وخاصة الشاحنات والأنماط النقل الشحن بالكامل نحن اليوم هي إطلاق لهذه الوثيقة فعليا وتم الربط مع كافة الجهات الشركاء مع دائرة الجمارك العامة مديرية الأمن العامة ممثلة في دائرة الترخيص سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة وثيقة ستساهم في وجود قاعدة بيانات شاملة للناقل والشاحن والمرسل إليه ومدة السماح لتحميل البضائع وتفريغها وأسس احتساب الأجور وغرامات التأخير المترتبة أسامة العدوان رؤية أغلقت أمانة عمان الكبرى شارعا عاما وسط البلد بالعاصمة عمان صباح اليوم جراء انهيار أجزاء من إسرى عمليات حفر لعبارة لتصريف المياه التقرير التالي والتفاصيل انهيار عبارة للصرف الصحي في أحد شوارع العاصمة عمان جراء قدم البنية التحتية في المنطقة والتي تعود لأكثر من سبعين عاما الانهيار لم يوقع أي إصابات ولم يؤثر على المباني المجاورة حيث تعمل أمانة عمان على إصلاح الطريق بعد التعرف على الأسباب التي أدت إلى هذا المشهد لقينا فيه هبوط في الشارع حفرنا عليه لقينا العبارة القديمة التي تقريبا عمرها بعدود سبعين سنة العبارة لقيناها فيها هبوط في الجدرانها مع المدة طويلة حاليا نحرب نعالج فيها ورح نعالجها جذريا يعني كل العبار رح ان شاء الله الأجزاء المنهارة فيها رح نغيرها وبما يصير على اساس ما نعطل حركة السير حاليا وننهي المشكلة بأسرات ممكن رح تكون عندنا ورش الأمانة شغالة على مدار الساعة يعني على ثلث شفتات حتى نخلص منها بسرعة الانهيار حدث في الطريق صباح الاثنين حيث أخذ الشارع بالهبوط تدريجيا مما استدعى حضور كوادر الأمانة إلى الموقع على الفور اليوم الساعة التاسعة صباحا بلش بداية انهيار في الشارع حكينا مع الأمانة كوادر الأمانة بصراحة استجابوا أنه وإيجا المدير بتوقع من منطقة المدينة عمر اللوزي توقع والمهندسين المشرفين وبلشوا يشتقلوا فيها سكروا الشارع والأمور لحد الآن ماشي من الحق تكرار انهيارات المباني والطرقات شكل خوفا وقلقا لدى المواطنين منذ عدة شهور والأمل بجميع الجهات المعنية أن تبحث في السبل الممكنة لعدم تكرار مثل هذه الانهيارات التي قد تشكل خطرا على حياة المواطنين أبرز الأنشطة والفعاليات المحلية التي شهدها بعض المحافظات نجملها في هذه الجولة عقد مكتب اليونسكو في عمان وبالتعاون مع مكتبي اليونسكو في قطر ورامالله فعالية بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة بعنوان دور الإعلام في بناء وتعزيز مجتمعات سليمة وعادلة وشاملة للجميع بمشاركة من الإعلاميين ومناصر حقوق الإنسان والخبراء القانونيين والمشرعين وصناع القرار وممثلين عن منظمات المجتمع المدني وهيئات الأمم المتحدة والأكاديميين هذا اليوم العزيز على قلوبنا جميعا والذي نثبت جميعا أننا بيد واحدة نستطيع أن نعزز حرية الصحافة والإعلام وأن نحافظ على أواصر الجسم الصحفي بالحفاظ أيضا على مقدرات الوطن وحقوق المواطنين وليعلم الجميع أن حرية الإعلام هي ركيزة أساسية من ركاز البناء الديمقراطي نسعى بالأردن إلى بيئة صديقة لحرية التعبير بيئة يتطلب ذلك توفير تشريعات قانونية ناظمة تحمي الحرية التعبير وذات الوقت تحمي حق المجتمع بالمعرفة افتتحت في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا أعمال مؤتمر تعزيز ضبط الجودة في التعليم الإلكتروني والذي يسعى إلى تعزيز الإصلاح وتحديث التعليم العالي في الأردن عبر إدخال نظام وطني لضمان الجودة للتعلم المعزز بالتكنولوجيا المشروع ركز على أن يبني نموذجا للتعليم الإلكتروني اخترنا ثلاث مواد موادة اللغة الإنجليزية وهي متطلب جامعة في جميع الجامعات الأردنية كذلك أخذنا مثالا على مادة خارج إطار الإنسانيات والعلوم الاجتماعية وهي مادة هدنسية مادة الطاقة المتجددة ركزت جامعة الأميرة السومية على البعد الدولي وكانت الصباقة من بين الجامعة الأردنية في الحصول على دعم من الاتحاد الأوروبي ل32 مشروع تشرف على قيادة خمسة من هذه المشاريع هذه المشاريع يشارك فيها جامعات ومؤسسات أوروبية وكذلك جامعات ومؤسسات عربية وأردنية الهدى من هذه المشاريع تعزيز البحث العلمي وتبادل الخبرات مع الجامعات المشاركة سواء كانت أردنية أو عربية أو أوروبية نظم حزب جبهة العمل الإسلامي في الزرقاء وقفة تضامنية مع الأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال أمام بدخل مخيم الزرقاء وعبر المشاركون عن إكبارهم وإجلالهم لصمود الأسرى الأردنيين والفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال والذي يدخل يومه الحادي والعشرين على التوالي اليوم يخرج أبناء الزرقاء ليؤكدوا أنهم إلى جانب الأقصى كما هم باقي أبناء الشعب الأردني وكما هو واجبنا وكما هو واجب هذه الأمة أننا إلى جانب هؤلاء الأسرى حتى يتم تحريرهم نظمت نقابة المعلمين فرع الزرقاء ندوة نقاشية حول الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك عبد الله الثاني والتي جاءت تحت عنوان بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة الأمة بمشاركة مختصين في مجال التربية والتعليم وعدد من أولياء الأمور ومجالس التطوير التربوي هذه مبادرات جميلة على مستوى المملكة للبحث المتعمق في الورقة النقاشية لجلالة الملك وهذه تعبر فعلا عن أهمية هذه الورقة وباعتبارها ورقة نقاشية يعني في اليوم تحدثنا بشكل صريح عن التحديات التي تواجه المنظومة التعليمية في الأردن والتحديات المتعلقة بالمعلم والتعلقة بالمنهاج والمتعلقة بالطالب والمتعلقة بالبيئة المدرسية دعت اللجنة الوطنية لإسناد معركة الحرية والكرامة في بيان صدر عنها اليوم إلى البدء بعصيان مدني شامل لمواجهة ممارسات الاحتلال الساعية إلى كسر إرادة الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال خطوات البيان والفيديو المفبرك الذي صدر بحق الأسير القائد مروان البرغوثي في التقرير التالي مع دخول الإضراب مرحلة حرجة وبالوقت الذي تصاعد فيه إدارة السجون الإسرائيلية وتصر على عدم فتح باب التفاوض مع الأسرى أصدرت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب بيانا تصعيديا تطالب فيه بالبدء بعصيان مدني يتم فيه الانطلاق من كافة القرى والمخيمات والمدن إلى أقرب نقطة من الطرق الالتفافية وإغلاقها في وجه سلطات الاحتلال ومستوطنيه اللجنة دعت السلطة الفلسطينية أيضا إلى وقف كافة أشكال التنصيق مع الاحتلال وتوجهت بطلب من الحكومة شددت فيه على ضرورة تعليق انتخابات مجالس الهيئات المحلية وصب الجهود لدعم الأسرى الحراك الشعبي حراك واسع بس يجب أن يرتبط هذا الحراك لدعم الأسرى بنقطتين مواقف سياسية من القيادة أكثر وضوحان لذلك كان فيه مطالبة بتبني بيان الحركة الأسيرة بوقف كافة أشكال التنصيق الأمني ضرورة إحالة أيضا الملف بشكل فوري إلى المحكمة الجنائية الدولية كموقف سياسي مربوط مع تحرك ميداني يأخذ اتساعا على شكل عصيان مدني شامل كيف نقصر مدة الإدراب بإنجاز حقيقي للأسرى المضربين الأبطال عن الطعام من خلال فعل سياسي وميداني على الأرض جريمة بث الشائعات المنظمة التي يتبعها الاحتلال وإعلامه لتطبيط عزيمة المضربين لم تتوقف القناة الإسرائيلية نشرت فيديو مفبرك لمروان البرغوثي وهو يأكل في زنزانته في إشارة لفك إضرابه تماما كما فعلوا في إضرابه عام 2004 وكان مروان قد أشار لذلك في كتابه ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي حالي من الإفلاس حالي من الانحطاط الخلقي للتأثير على الأسرى وإضرابهم ولكن احنا كنا جاهزين لهذه الإشاعة لم نستغرب هذه الإشاعة احنا من اليوم الأول حذرنا 15 سنة صار للمناظر المروان البرغوثي في داخل السجون منها ألف يوم في زنزانة العزل الانفرادي كل مرة هو تحت رقابة الكاميرا الإسرائيلية الإسرائيليين بثوا صور سابقة قديمة قبل بداية الإضراب وقالوا أنها خلال الإضراب أنا أحذر من الخطورة على حياة مروان البرغوثي هذا مقدم لإغتياله الصورة توضح كم أن هذا الحكومة وهذا الاحتلال يرى في مروان البرغوثي الخصم الرئيسي باسم الشعب الفلسطين من رمالة المحتلة زينة صندوق رؤيا ما بين حصار يفتك بآمال الغزيين ووثيقة أصدرها رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس خالد مشعل تفاوتت آراء الشرع الغزي بين مؤيد للوثيقة ومعارض لها تفاصيل أوفى في هذا التقرير تغيرات براغماتية أعلنت عنها حركة حماس في إطار إعادة ترتيب بيتها الداخلي ترجم بإعلانها عن وثيقتها الجديدة التي احتوت رؤى أكثر ليونة في قناعتها تجاه منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي للفلسطينيين وتقبلها لحل القضية مؤقتا وفقا لحدود عام 67 فإن حماس تعتبر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على خطوط الرابع من حزيران يونيو 67 مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم وفي البند التاسع والعشرين منظمة التحرير الفلسطينية إطار وطني للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج يجب المحافظة عليه أراء الشارع الفلسطيني تضاربت بين من يرى بأن المستجدات بما فيها تسلم إسماعيل هنية لمنصب رئاسة المكتب السياسي للحركة قد تعني ليونة في مواقفها تجاه الحلول المطروحة بخصوص واقع القطاع وبالتالي ضرورة تجاوب العالم معها إن شاء الله تكون فال خير على الشعب الفلسطيني خاصة أن حماس منهجها مقاومة وهي تعرف ما تعمل نحن نأمل أن تكون هذه التغيرات هي تغيرات مجدية وتكون لها انطباع إيجابي على الأرض الفلسطينية ولسيما بعد انتخاب إسماعيل هنية شخصية له قبول وطني وله قبول فصائلي فيما رأى آخرون بأن الأمر لا يغير شيئاً وبأن التغيرات التي أعلنت عنها الحركة لا تعني اختلافاً حقيقياً في مواقفها العملية حماس متبقي على موقفها زي ما هو لما يتغير شيء من مواقفها السياسي لما يتغير خطابها الإعلامي في شيء لما يتغير موقفها من الانقلاب وتعادة اللحمة الوطنية إلى فلسطين لم يتغير شيء لا قيمة لأي شيء حدث فيش حدود السبعة وستين أو غيره فلسطين كلها بالكامل لإنما يعني ومن حقنا والوثيقة يعني وثيقة حماس نوعاً ما يعني إحنا بشبح جدتها كوثيقة لهيك لأنه خيارات المقاومة معروفة الحقيقة أن واقع الأمر لن يتطلب الكثير من الوقت قبل أن تتضح النتائج منعك القناة رؤيا غزة فلسطين هنأ جلالة الملك عبد الله الثاني الرئيس الفرنسي المنتخب إيمانويل مكرون بمناسبة فوزه بانتخابات الرئاسة الفرنسية وأكد جلالته في برقية التهنئة حرص الأردن على تعزيز علاقات الصداقة والتعاون مع فرنسا في مختلف المجالات والعمل معها من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم وأتمنى جلالته للرئيس مكرون التوفيق والنجاح في مهامه وللشعب الفرنسي المزيد من التقدم والازدهار بهذه الفرحة احتفل أنصار الشاب الوسطي إيمانويل مكرون بفوزه في انتخابات الرئاسة الفرنسية ليتصدر هذا الفوز عنوين الصحف الفرنسية والعالمية ويتردد صدى ردود الفعل عربيا وعالميا على شكل تصريحات معظمها هنأت الرئيس الجديدة لفرنسا أصغر الرئيس في تاريخ البلاد في عمر التسعة والثلاثين تسلم الرئاسة من فرنسواء أولاند على هامش احتفالات الثامن من أيار بنصر الحلفاء على ألمانيا النازية الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول أوروبا والعالم هنأت الرئيس الشابة وأكدت على تطلعها للمزيد من التعاون مع فرنسا وبرزت هنا غبطة مسؤولي الاتحاد الأوروبي بهذا الفوز بشكل خاص كون فرنسا قلب أوروبا نابض ومسير استمرار وجودها في الحضن الأوروبي كان مرتبطا بشكل كبير بهذه الانتخابات أما روسيا فاستقبلت النتيجة مهنئة أيضا لكن بوجه آخر ممتعض فيما أعربت معظم الدول العربية عن تهانيها للرئيس الجديد وتطلعها للعمل معه على هامش مجريات هذا اليوم الحافل لفرنسا برزت السيدة الأولى لفرنسا بريجيت ماكرون التي شكلت مع زوجها ثنائيا خارجا عن العرف والتقليد فهي تكبره بأربعة وعشرين عاما وتبلغ من العمر أربعة وستين عاما السيدة الأولى مدرسة مختصة بالأدب وأعربت عن رغبتها في العمل في قطاعات التعليم والاحتياجات الخاصة والثقافة فيما أعلن زوجها إرادته إنشاء منصب رسمي للسيدة الأولى في بلد كان تعريف مهام السيدة الأولى فيه غامضا إذن انتصر الوسط على اليمين المتطرف هذه المرة في فوز أنعش قلب الاتحاد الأوروبي فهل سيكون الرئيس الشاب على قدر المسئولية تجاه بلاده والاتحاد الأوروبي أم أن قلة خبرته ستعثر مسيرته المزيد من الأخبار العربية والعالمية نجملها في جولتنا الإخبارية حول العالم ومنها إجلاء مقاتل المعارضة من حي برزة في دمشق وخفر السواحل الإيطالي ينقذ رحوى ستة ألاف مهاجر في البحر المتوسط بدأ مقاتلون معارضون ومدنيون الخروج من حي برزة في دمشق في أول عملية إجلاء للفصائل المعارضة من الحاصمة السورية دمشق منذ بدء النزاع في عام 2011 وجرى نقلهم على متن أربعين حافلة باتجاه الشمال السورية ومن المقرر أن يستكمل خروج باقي المسلحين على مدى خمسة أيام فيما ستبدأ تسوية أوضاع الراغبين في البقاء في الحي بدأ سكان بلدة قرقوش شمال العراق العودة إلى ديارهم بعد أكثر من ستة أشهر من استعادة القوات العراقية المسيطرة على البلدة ووضعت الكنيسة خطة لإعادة الإعمار بتمويل من منظمات مسيحية أجنبية سيبدأ تنفيذها الأسبوع المقبل تمهيدا لاستقبال الأسر العائدة إلى بيوتها أعلنت وكالات تابعة للأمم المتحدة أن الحرب الأهلية جنوب السودان أجبرت أكثر من مليون طفل على الفرار إلى الخارج فيما نزح مليون وأربعمائة ألف طفل إلى الداخل في الوقت الذي يشكل فيه الأطفال نسبة 62% من اللاجئين الجنوب السودانيين البالغ عددهم مليون وثمانمائة ألف لاجئ استقروا في مخيمات للاجئين في أثيوبيا وكينيا وأوغندا المجاورة منذ اندلاع النزاع أنقذت قوات خفر السواحل الإيطالية حوالى 6000 مهاجر في البحر المتوسط في إطار نحو 40 عملية منسقة من قبل خفر السواحل الإيطالية في روما وتم إنقاذ ما يقاربه من 3000 مهاجر قبل يومين إضافة إلى عدد من المنظمات غير الحكومية صعوبات الحركة والتشوه الخلقي التي لازمت عمر مهيار منذ طفولته لم تشكل عائقا أمام إرادته إذ استطاع أن يحول ذلك إلى رسائل فن وحب للحياة ولسان حاله يقول على هذه الأرض ما يستحق الحياة إلى التفاصيل اسمي عمر مهيار عمري 21 سنة بدرس أني ماشي من جامعة الأميرة السومية عندي مهمة الرسم الحر بلشت التشوهات الخلقية لما ما رأعت وعنا صغير واخدوني على المستشفى وعملوا لي تشيك أب كاملة فتبين للدكتور أنه بالمستقبل سيكون عندي تشوهات خلقية بالعمود الفقري وبالأطراف الصفرية والعلوية طبعا أهلي بالأول صدبوا بالموضوع وضعهم ماشيين بطريق إلاجي ومتبسكين بأي ذرة أمل عملت عدة أمليات وعنا صغير وما نجحت وطلعت وعملت كمان بإيطاليا وهو الدكتور كان حكي لنا أنه في عمل صغير تنجح بالأخير عملت آخر إشي عمليتان برجلي السياح إلى سروف بإيطاليا كمان مرة والحمد لله نجحوا الرسم لما أكون متدايق أو يكون مثلا في عندي مشكلة بفضل كل الجواي فيه يعني لما أرسم مثلا زي بحس حالي بعالمتان بحس كل مشاكلي وبحس أنه فيه إشي بيميزني وفيه إشي بيبسط الناس لما أشوف الناس مثلا لما يشوفوا مثلا الرسمي بيشوفونه بنظرة تانية في معظم لوحات هيك مثلا عن الأولاد الصغار والأطفال ومعاناتهم اعمل أي إشي يبسطك بحياتك لو كان إشي بسيط بس اللي تحس حالك أنجزت إشي لازم تستمر بالحياة تعمل أي إشي ما بصير توقف لأنه كل ما وقفت كل ما زاد الإحباط كل ما زاد الملل بالحياة فما فيه إشي مستهل تزعل عشانه قصة عمر مهيار تتابعونها كاملة خلال حلقة كارفان الليلة ضمن فقرة إرادة من حديد وإلى هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر